وعشر الرئيس السيسي إلى التحديات السابقة والرهنة التي تواجه مصر ومن بينها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدعيات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية فضلا عن الأوضاع على الحدود مع ليبيا والسودان وقطع غزة وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة كانت تفقد ما يقرب من 9 إلى 10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق مضيفا أنه خلال السبع سنوات الماضية تم التغلب على هذه المشكلة هناك تحدي للدول اللي زي حالتنا زي مصر كده مش بس في التمويل النهاردة مصر بقالها كورونا خدت سنتين وده تحدي اقتصاد كبير جدا وجهنا ثم بعد كده الأزمة الروسية الأوكرانية ثم اللي انتوا شايفينه دلوقتي على حدودنا المختلفة مع ليبيا ومع السودان وحتى دلوقتي مع قطاع غزة وانتوا شايفين النهاردة الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريبا حوالي 10 مليار دولار سنويا ده تراجع بنسبة 40 إلى 50% كل ده بيتم ونهاردة المفروض من الدولة المصرية لها التزامات مع شركات بترول ومع شركاء تنمية ومع مؤسسات تمويل أنا مش بشتكي يعني لكن أصدأ أقول ده الطرح اللي احنا بنتكلم فيه إذا كان فيه تعهدات إحنا كدولة مصرية حرصت على أنها تنفذها التعهدات دي اللي تزام بيها كان أموال ضخمة تم دخها عشان نقول وإحنا عاديين معاكوا دلوقتي إحنا فعلا 15 مليون واحدة سكنية بيشتغلوا بالغاز ونصف مليون عربية أو أكتر بتعمل بالغاز الطبيعي ولو فيه فرصة تمويل أكتر